يبقى تاني يا جماعة ان شاء الله بإذن الله هنبدأ النهاردة نكمل درس نظرية أربعة أو استخدام القانون زي ما اتفقنا زي ما قلنا التحليل والقسمة المطالعة والتركبية أو الضربة في المرافق النهاردة هزاي هنستخدم القانون القانونة يا جماعة سين والسنون نقص ألف والسنون على سين نقص ألف يبانون في ألف والسنون نقص واحد ولو تحت أسس غير الواحد يبانون على مين في ألف والسنون نقص مين بس لازم نتأكد ان هنا سين وهنا سين وبرة سين هنا ألف وهنا ألف وبرة ألف نفس الأسس فوق نفس الأسس تحت وفي النص السين وخدنا تأمارين يا جماعة زمان تشوفتم مرة الفات التأمارين كتير الحمد لله على كده وحلناها كلها لو حد أي مسألة يا جماعة مش فكره أو عايزنا راجع عليه من الأول أرجع عليه دلوقتي قبل ما نبدأ يعني مثلا مسألة دي سين قص عشر نقص ألف أربعة وعشرين على سين تربع نقص ثلاثة سين زي الاتنين والسين تقول للاتنين فأنت تيجي تقولينا مسألة مش انت أقيل استخدام القانون لازم أن يكون مقدار سنائي والأسس فيه كبيرة أقولك صح أهي دي تمام أما إيه اللي تحت ليه دي هتتحلل الأول فرق مقدار سلاسي سين في سين اتنين في واحد الأخير موجب الاتنين ياخدوا إشارة النص وأسألكم السؤال اللي لازم ترد عليه إيه اللي منهم يدوا صفر إيه ده سين نقص اتنين ولا سين نقص واحد فأنت تقولي لي لو عودت بالسين باتنين عايبقى دول بصفر يبقى هو دي اللي مكمل في القانون ودي يخرج برة وخرجوه برة بنهاية ما بينهم فيه ليه هنا فيه يا يوسف لأنه ما بين القصين هنا فيه ضرب بس مش مكتوب يبقى سين قص عاشرة ناقص ألف أربعة وعشرين يبقى اتنين قص عاشرة على سين ناقص اتنين وحلها بالقانون وهنا واحد على سين ناقص واحد وعود بالتنين وحلها بالتعويض وحلها يا جماعة تطلع خمس تلاف ألف مية وعشر عائشة فيه أي حاجة لحد استخدام القانون لحد الجزئية دي يتفهم مشكلة؟ عايزة أنا عايتها تاني؟ لا يا مستر تمام طب يا شازع لا يا مستر تمام يوسف عليش يا مستر عايت آخر حتة حاضر عايت المسألة كلها لو عايز بصوا حبيب إحنا قلنا دي إحنا مفروض أصلا إمتى لاستخدم القانون يا يوسف لما يكون مقدار سناي والأسس فيه كبيرة فأنت هنا دي مقدار سلاسي فتقول لي أعمل إيه؟ حلله مقدار سلاسي بسيط سين ضرب سين اتنين واحد لأنهم جمعهم تلاتة الأخير موجب الاتنين ياخدوا شرط النص يبقى حبيبي كده أنا حللته فيه قص منهم هيدو صفر آي فعلا فيه قص منهم هيدو صفر لو عطت عن السين باتنين هيدو داي صفر يبقى دي اللي فيه مشكلة يبقى هو دي اللي هيكمل في القانون ودي يخرج برة طبعا ما ببقاش في البسطة حاجة لأنها كتبت هنا بقى واحد على سين نقص واحد أستخدم القانون الفة اربعة وعشرين يعني اتنين قص عشر هي يوسف ودي زي ما هي أقسم القص على القص يبقى عشرة على الواحد بعشرة فيه اتنين قص عشر ناقص واحد بتسعة ودي قص مستر هتيجي بالتعويض يا جماعة هشيل السين وحط اتنين اتنين ناقص واحد بواحد واعملها كلها على الآلة تطلع الناتج خمس تلاف مية وعشرين اللي هي الإجابة قول اللي انت عايزه كله يا يوسف يبقى فيه جزء دي يستخدم قانون وده بالتعويض تمام النهاردة بقى يا جماعة النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنكمل الجزء الأخي أنا من وجهة نظري يا عائشة يا شزا يا يوسف لما تيجي تقول لي عنوان للدرس ده هقول لك تكميل الدرس استخدام القانون بس انا لو عايزك اكتب عنوان مصبوط ليه هقول كده عنوان بقى فهمة مش عنوان تكملة لفي الكتاب بصوا كده تعديل النهاية ما كانش ينفع اشرحهم مع بعض لان دي قصة تانية شوية هنستخدم القانونة مصطر اكيد طبعا بس هنعدل للنهاية نبدأ مع اول سؤال نهاية سين تقول للصفر 1 زائد 2 كل قص 10 ناقص 1 على 1 زائد 2 كل قص 7 ناقص 1 بيقول لي يا جماعة 1 زائد 2 كل قص 10 ناقص 1 على 1 زائد 2 كل قص 7 ناقص 1 لما انتوا تجوا تفكروا كده يا جماعة تقول لي ده فيه مشاكل بالجملة ايه هي تقول لي المفروض انه يبقى سين هتطلق 1 زائد سين اقول لك عادي ما تيجي نفك قوس نفك قوس ايه wen ده دي قص 10 ده انت اخرك اصلا او اخيرنا نفكه قس اتنين قس عشر ده فكها ازاي طب تاح نفس المشكلة واحد زائد سين كل قس سبعة يبقى انسى ان انت تفك القوس دي تماما مفيش حاجة اسمها فك القوس طب والحل هي دي بقى النهارة تعديل النهاية هتعامل مع واحد زائد سين دي كأنها هي سين يا جماعة كأنها هي صاد كأنها يعين نرمز على بعض واجه هنا واحد زائد سين الكل قس عشر تمام ودي طبعا سين تقول للسفر ناقص الواحد مش الواحد دي تاخد قس عشر اقولك ايوة الواحد فعلا بياخد اي قس طب ننزل تحت واحد زائد سين كل قس سبعة ناقص واحد وبرضو هنا قس سبعة يلا استخدم القانون فاجه اقولك مش احنا متفقين لازم نعمل طريق ان نستخدم بها القانون لازم نتأكد الاول ان القانون صح اي صح واحد زائد سين وهنا واحد زائد سين وبرا سين مشكلة وهنا واحد وهنا واحد وبرا صف مشكلة تانية ادي نفس الاسس ونفس الاسس وفي النص سال ايوة احد يفكر يقول استخدم القانون وهو بالشكل ده ده مشاكل كتير مشكلتين ان هنا واحد زائد سين وبرا سين وهنا واحد وبرا صف اول حاجة لازم نفكر فيها اول مرة نشتغل في النهاية نفسها انا السين ده عايزة خلاها ايه تقول لي عايزة خلاها واحد زائد سين طب ما تخليها واحد زائد سين بمزاجي كده تقول لي لا ازبر هعوض عن السين بصفر واحد زائد صفر بكام اقول لك بواحد اكتب بقى المسألة عندك واحد زائد سين كل قص عشرة ناقص واحد قص عشرة على واحد زائد سين كل قص سبعة ناقص واحد قص سبعة تيجي نتأكد واحد زائد سين واحد زائد سين وبرة واحد زائد سين هنا واحد وهنا واحد وبرة واحد نفس القصص نفس القصص وفي نصف نسال يبقى اقدر استخدم القانون يبقى يا جماعة انا سميتها تعديل النهاية انا اللي سميتها الاسم ده عشان انا بعدل في النهاية كمان مش بعدل في المسألة فقط دي الدل ودي النهاية انا بجيب نهاية الدل فانا بعدل هنا في النهاية كده استخدم القانون ايوه يا مستر طب واحد زائد سين دي تعدي ايوه انا بقولك اعتبرها سين اعتبرها صاد اعتبرها رمز القص على القص يبقى عشر على السبع فيه الاساس ونطرح القص من بعض الواحد قس اي حاجة بواحد يا جماعة ملاش لازم يباية عشرة على السبع هسمع اسئلتكو يا جماعة في المسألة الاولى اي سؤال انتو عايزينه تفضل تفضل يا عايش ممكن تاني مستر معايش حاضر حاضر يا شازي احنا اتفقنا نهاية سين تقول للسفر واحد زائد سين قس عشر ناقص واحد على واحد زائد سين قس سبع ناقص واحد جيت هنا خط للواحد اي قس فخليته قس عشر زي دي وهنا يا محمد خليته الواحد قس سبع يا يوسف زي دي تمام نيجي نكمل تقول لي اكمل استخدم الاول بس او اتأكد من القانون ان هنا واحد زائد سين وهنا واحد زائد سين برا سين ماينفعش هنا واحد وهنا واحد وبررا صف برضو ماينفعش يبقى بدل هبدأ هنا اعدل في النهاية من برا يا جماعة بدل ما هي سين تقول للصفر هخليها واحد زائد سين عشان تبقى شبه دول عشان تبقى زي دول زي واحد زائد سين ده واحد زائد سين دي طب ما هي السين اصلا تقول للصفر طب ما تيجي نعود واحد زائد سفر تطلع بواحد عودت عن السين بصفر واحد زائد سفر تطلع بواحد بقى دي زي دي زي اللي برا واحد واحد وبرى واحد استخدم القانون القصة على القصة عشر على السبع في الأساس واطرح القصين من بعض واستخدم من الآلة او اعملها بدماغ تطلع الناتج عشر على سبع قولي يا شازة لو فيه اي حاجة مش مفهومة قوليلي وانا معك او لا يا مستر بس كانت فيه حدة ما فيه متعاش بس خلال زبا متى الى ايش كله هيتحل دلوقتي تاني اتفضلي يا عائشة لو فيه حاجة اتفضلي يا محمد وعليكم السلام ازا حضرتك يا مصر الله يخليك يا رب ازا حضرتك الحد والله الله يبرك لك الحمد والله والله ازا حضرتك رب دايما هيدخل مع حضرتك ان شاء الله معرفش الصوت حضرتك مش واضح اتفضلي يا مس اه كده كويس اه تمام كده هيدخل مع حضرتك النهار ده صورة صورة محمد تمام وصورة كانت معينة يعني اخذ حضرتك عارفت اوكي اه اه ويه هيتخل مع محمد بس محمد قدلي فيشوف حضرتك بقى حبيب تمشي الدنيا ازاي لا هبدأ درسك دي بقى لان احنا بنكمل درسها ده انا بدأت وخلاص يعني بكمل درس خلاص اعمل حضرتك شغلك عادي بس بقى اعمل بقى الخريطة الزمنية وزبطانة كده طب هو بينفعش يعني مسلا يبدأوا منحس هجاة معي لانه لو دخلوا في الدرس ده هتبقى مشكلة هيحسوا انهم مش فاهمين حاجة كل الملف دي يعشان تكون عارف انا عسلت لهم اللينك فلو دخلوا هيبقى يعني ان شاء الله مش هيدخلوا بس انا قلت لهم هي سارة دخلت عصلا دلوقتي سارة معنا اي اي انا يعني مش عارف اقول بس سارة علمي فهي هتلاقيها مع حضرتك يعني ماشي الدنيا معا ان شاء الله خلاص تمام ماشي تمام لا هو الدرس عنده عنده في ادبي بس يعني زي ما انا قلت لقدرتك عبل كده الفرق ما بين ادب وعلم في الرياضيات ان علمي ازيت شوها في الافقار يعني بس اي تمام سارة محمد هيدخل يا سارة سارة ده يهلوين سارة سارة سمعني سارة حضرتك بس هو هيدخل دلوقتي دي حس ترياضه اقولت لحضرتك انه هو ادبي هو الدرس ده مستو رحمل بيقول انه هو حضرتك يا سارة هو بيدخل بص يا سارة هو بيدخل اتنين وخمس معانا الاربع لا الاربعاء دي طبقية لا مش لازم النهاردة لاني انا بكمل درس فليسة بقولي الامي سارة هو ممكن يدخل معانا من يوم الخميس عشان بس يا سارة يبدأ معايا درس جديد لانه للاسف لما بيبدأ درس قديم لما ناقص واحد على سين ناقص ستة لو عوضنا بالستة يا جماعة النتج هيطلع صفر على صفر يعني كمية غير معينة يبقى لازم تحلها مستر تمام زي المسألة اللي فاتت يا شزا او يا عائشة او يا محمد او يا يوسف لو جيت افكر فيها يا جماعة زي المسألة اللي فاتت دي من شوية ان انا فك القوس استحال عرف افكه لان دي قس سبعة واحنا ما عندناش فك قس سبعة احنا عندنا اخير نفك قس اتنين طب يا مستر خلاص نسيبها زي ما هي اي سين ناقص خمسة سين ناقص خمسة دي اي صارة كأن بتعمل معاها لنية سين كلها وهنا واحد قس سبعة وننزل تحت سين ناقص ستة في مشكلة يا مستر اقول لك ايه تقول لي اللي تحت ده ام ازاي ده مش مجدار يعني مش سين ناقص خمس اه صح يعني انت عايز تخلي اللي تحت ده فيه سين ناقص خمس لازم حد يفكر يا جماعة يقول لي انا هجي على السلم ستة ده واشيلها وحط سالب خمسة ناقص واحد ممتاز سالب خمسة ناقص واحد بسالب ستة حد تاني يقول لي لأ انا عايز اخلي السين دي سين ناقص خمسة هطرح يا يوسف خمسة وعشان ما يبقاش غلط اجمع خمسة تاني تاني وكل يركز معي انا اللي فوق خلاص انا عرفت ان انا مش عارف افك ولا عارف اقرب منه اللي فوق ده مهما حصل مش عارف اختصر في حاجة يبقى غصبا عني اللي تحت خليت شبه اللي فوق طب يا يوسف دي سين ناقص ستة تنفع تبقى سين ناقص خمسة ايوة يا محمد لما اطرح من هنا خمسة وهنا يا شزا اضيف خمسة اضيف هنا يا عائشة خمسة في الحالة دي بقت دي زي دي فوقا طب مع مستر ممكن نخليها سين ناقص خمسة ناقص واحد الله يكرمك اعمل الحركة دي مفيش مشكل بس دي الاسهل على اساس ان انت بتفكر على خطوطي ودي زي ما هي يا جماعة تمام يا محمد وين ودي سين ناقص خمسة وسالب ستة زائد خمسة بسالب واحد اشتغل بقى بالقانون تقول استنى بس تصبر دي زي دي زي اللي برا اقول لك لا ده دي سين ناقص خمسة ودي سين ناقص خمسة وبره سين هنا واحد وهنا واحد وبره ستة برضو غلط لازم دي تبقى دي تبقى برا يا مستر اعمل الخطوة بقى اللي انت ريسة عاملها دلوقتي اللي هي بتاع تعديل النهاية اه اخلىها هنا سين ناقص خمسة هي سين بكام تقول لي ستة ستة ناقص خمسة بكام يا جماعة بواحد بقى دي زي دي زي اللي برا دي زي دي زي اللي برا نفس الاسس فوق ونفس الاسس تحت في النص سال اجرى على القانون يبقى سبعة على الواحد اللي عليكم يا جماعة نركز كويس او المسألة دي جاي مباشرة هو مجهز لك الاقواس اما هنا هو مش مجهز لك البسط جاهز المقام لازم اخليه سين ناقص خمسة فطرحت خمسة وضفت خمسة اللي عملته هنا بعمل عكسه عشان يبقى سالب خمسة لما تروح مع الخمسة يبقى كإنه ما غيرتش حاجة او زي ما محمد بيقول اشير السالب ستة وحط سالب خمسة دعس واحد برضو صح هتطلع نفس الاجابات وهنا ودي واعمل التعديل برا واعمل القانون سبعة للواحد بسبعة في واحد قس سبعة ناقص واحد بستة الكل يا جماعة يركز معاي هسأل عائشة شزا محمد يوسف طبعا على اعتبار النصارى هعيد لها الدرس تاني بعدك فضل يا محمد العائش نوز الاول ده فعالفهم انت قل لي هو جميل إنما بعد ما خليتها سبعة في واحد قس ستة جميل القانون بقى يا محمد بتاع الحصة اللي فاتت حبيب مش دي هي دي هي دي كأن دي سين يا محمد يبقى القس على القس يبقى سبعة على الواحد فالسبعة في الأساس واطرح من القس واحد يبقى سبعة ما هي هنا واحد بقى تطلع بستة القانون يا محمد اللي هو نون على مين في ألف قس نون نقسمي اتفضلي يا عائشة اتفضلي يا شزا اتفضلي يا يوسف اي حد يا جماعة عايز يقول حاجة يتفضلي مستر طبعا انا لو بدلت خمسة نقس واحد ممتازة اتفضلي تطلع نفس النتيجة اه تعالي نشوف اه نهاية سين تقولي الست تايا نفس الحل سين نقس خمسة قس سبعة نقس واحد وهي نقس سبعة هي كانت ايه يا مستر سين نقس ستة طبما سلب ستة دي كأنها سلب خمسة نقس واحد اهي يلا استخدم القانون تقولي اللي غلط طبعا مستر مستر عشان نسمعها في سنت وهو أدخل تاني ماشي يا سور دي زي دي زي اللي برة تقولي لأ يبقى نعد البرة سين نقس خمسة السين بستة ستة نقس خمسة بواحد هسيب دي زي ما هي وديات نفس الكلام استخدمي بقى القانون سبعة على الواحد في واحد قس ستة تطلع الناتك سمع قولي انا سمعك قولي يا شزا اي حاجة انت عايزان زي يا مستر تمام وطلع نفسي نفس خطواتنا طبعا الله يننور عليك بس انا عن نفسي بفضل موضوع اضيف سلب خمسة واجمع خمسة ليه عشان ما عودش في الاختبار افكر سلب ستة دي بتساوي سلب خمسة زائد كام فممتاخدش من النوع يلا نمشي بقى بالدور ونبدأ بشازح انت لسه فتح المايكة يا شازح نهاية سين تقولي السلب اتنين اتفضل اللي فوق قس خمسة تعرفت فوقي اش هزا لا عادي ممكن خليزة ما هو ما هو كده كده لازم اسيب مزامعة وواحد من قطرة قس خمسة ايوة تحت بقى اه الواحد بياخد اي قس مش عايزين تشتغل على الواحد دلقة تعادي ادي سين زائد اتنين الاتنين دي انا عايزة اخليها سين زائد تلاتة شوفي بقى عايزة تضيفي تلاتة وتطرحي تلاتة الطريقة التانية او تشيل اللي اتنين وتحطي تلاتة زائد كام خلينا بقى نضيفه خلاص نضيفه نطرح عشان ما تطلع بطوش انا عايزة خلي السين سين زائد تلاتة يبقى اضيف كام اضيف تلاتة الله يكرمي بس خلصت خلاص المسألة صدقوني خلصت يا جماعة اهي سين زائد تلاتة زي ما هي قس خمسة ناقص واحد ناقص واحد على سين زائد تلاتة واثنين ناقص تلاتة بسالب ايه سالب واحد ناقص الحتة نابس هخليها سين زائد تلاتة يا شاز هي السين بكام تقوليني بسالب اتنين سالب اتنين زائد تلاتة بكام واحد يلا اشتغل كده وتأكده للقانون صح ولا غلا سين زائد تلاتة وهنا سين زائد تلاتة وبره سين زائد تلاتة ممتازة هنا واحد وهنا واحد وبره واحد هنا نفس الأسس ونفس الأسس نقدر نستخدم القانون يلا خمسة على واحد في واحد ونطرح من الأسس هنا واحد واحد والصاربعة نطلع الناتج بكام خمسة صدقوني يا جماعة مفاش أي حاجة هي الفكرة كلها أرجع أخلي المسألة تنفع للقانون يلا يا عايش الحل نهاية سين تقول للصفر عايش هابدأ أسألك بردو نفس الأسئلة سألتها لشي ينفع أختصر فوق حاجة سيبوا للاتنين وتلاتين يا جماعة متشغلوش نفسكم بالاتنين وتلاتين دلوقتي طب هنا سي يا خسارة عايز أخلي السين سين زائد اتنين أخليها ازاي أجمع اتنين وإيه انت نسيت ولا إيه عايشة يلا قولي أعلي صوتك مكيش أجمع اتنين وأطرح اتنين تاني أنا عايز أخلي السين سين زائد اتنين أعمل ايه عايشة أجمع اتنين وأطرح اتنين جميل أجمع اتنين وأطرح اتنين أها دي بقت نفس اللي فوق تمام كل حاجة زي ما هي يا مصطر لسه الاتنين وتلاتين سيبك من الاتنين وتلاتين صدقوني يا جماعة متشغلوش نفسكم أنا دايما أقول الكلمة ده هي وافتكروها دايما في مسائل دي في المسائل بتاع النهاية أو تعديل النهاية اعدل برة كل حاجة جوها هتتعدل مش فاه يعني اعدل للسطر اللي تحت ده كل دي هيتعدل انت عايز أتخلي سين يا عايشة ولا تخلي سين زائد اتنين سين زائد اتنين أيوة السين بصفر صفر زائد اتنين بكام يبقى هنا لازم يبقى فيه اتنين اتنين بقى أسي كام بس اتعادلتين يلا دي نفسي دي نفس اللي بر والاتنين نفس اللي بر نفس القسس فوق ونفس القسس تحت وفي النص سال يلا استخدم القانون على طوق خمسة على الواحد خمسة على واحد اتنين قسس ربع الله يكرمك اللي يا خمسة ناقص واحد يا يوسف أو يا محمد يبقى خمسة في ستاشر يا جماعة تطلع الناتج بتمانين جي واحد يا جماعة قال لنا بصوا يا جماعة قلنا له ايوة قال لنما يكون المقام سين ده انا هعمل لكم نتيجة تجيبها في خط واحد لما يكون مقام سين ايو طب لو سين زائد اتنين قال ما فيش نتيجة طب لو سين مقص تلات ما فيش نتيجة اي مقام سين قلنا له طب قولي النتيجة هنسمع احنا سمعينك اه قال النتيجة بالشكل ده موجودة في الكتاب كتاب المدرسة وكتاب المعصر النتيجة النتيجة التانية بقى مش الاولى النتيجة الاولى لانه سين اصانون ناقص الف اصانون على سين اصمية قالك لما يكون هنا نهاية سين تقولي الالف ماشي وهنا سين زائد الف اصنون تمام ناقص الف اصانون تمام على سين على سين بس gueنا له يعني ما فái زائد ولا ناقص قالك اسسيب الاس وحط الاساس واترح من الاس واحد معقول دي هتحل دي كده طب حلال الاتنين وثلاثين دي هي اتنين قس خمس القانون بيقول نون اللي هي خمس في اتنين اللي هو الاساس في الف قس نون نقس واحد باربعة خمسة في ستاشر بكام بكام يا محمد بتمانين مين الاجابة كام يا يوسف تمانين طبعا حد يقول لي والله يا مستر انت تعبتين قلتنا ليه كل ده ما احنا كنا نحلها بالنتيجة وخلاص اقول لك عشان دي وعشان اللي قبله وعشان اللي قبله ما كانش ينفع ابدأ بالنتيجة الشرح لو بدأت بالنتيجة الشرح ما حكدش حد يسمع اللي يضيف تلاتة واطرح دلاتة دي دي بتتحل بس لما يكون المقام ايه ردوا علي بس لما يكون المقام ايه يا يوسف ما فوش لزائد اتنين ولا زائد تلاتة ولا ناقص خمسة ولا زائد خمسة ولا ناقص اربعة ولا الكلام ده طب افرد مضروف فيها مستر ودي نتيجة تلاتة ديها عيتها بس النتيجة دي من عندي يا جماعة مش في كتاب المعاصر طب لو مضروبة فيها نهاية سين تقولي الالف زي دي كده كاف سين زائد الف الكل والسينون ناقص الف والسينون على ميم سين بس قولي دي بقى تتحل ازاي مش جامع ولا طار مضروبة حطيلي الاول كاف على مين اللي هي معامل سين ده على معامل سين ده وحل القص في الاساس واترح من القص واحد نفس النتيجة اللي فوق بس لو هنا معامل سين عدد وهنا عدد اسمهم على بعض الاول نقولها تانية يا يوسف لو المقام سين لو المقام سين ودي مسألة تعديل النهاية ما ترتعبش نفسك الاثنين وثلاثين دي اتنين قص خمسة اللي هي الاثنين دي قص خمسة حط القص يا يوسف هنا القص كام يوسف خمسة خمسة في الاثنين او محمد اللي قال لي معلش ونترح من القص واحد يبقى باربعة يبقى بحط القص زي ما هو وحط الاساس واطرح من القص واحد خمسة في ستاشر يبقى الناتج تمانين يلا يا محمد نحل واحدة زيها بالظبط اهي يا حبيب بدل السين هنا كاتبها يا جماعة عادي بدل السين كاتبها استخدام لي بقى النتيجة يا محمد عايز اسألك سؤال يا محمد اتدرى محمد هي دي ايه اللي عرفني ان هي بالنتيجة ليه ما حلش بالتفصيل عشان تحت ما في الزيب الله يبارك لك ايوة كده ممتاز طب والستة دي ولا يهم انا المهم مبقىش هنا حاجة هنا واحد يا مستر خلاص طلع للستة دي بر بص قطها السودس بر كده يا مستر ما نحل بالنتيجة اللي انت كنت بتقول عليه عليه ميم على كاف او كاف على مي مش مشكلة مش عايز تقولها حتى عادي وسيب لي دي كله زي ما واحد وتمانين دي يا جماعة تلاتة قصة اربعة وهنا هيا حط لي السودس واستخدم النتيجة يا محمد النتيجة بتقول ايه نون في الف والسنون ناقص واحد نون اللي هي كام نون اللي هي كام نون اللي هي اربعة جميع في الف اربعة في تلاتة الله يكرمك ممتاز ايه واعطون سودس بس السودس دي جي من اين الستة اللي تحت دا يا جماعة خطها بر انت خطها ستة اقول لك ما ينفعش ده في المقام تخرج بسودس واحد على ستة يبقى هنا بالقال يا جماعة تطلع عن ناتج تمنتقشر طب يلا يا محمد انت اللي بعدها بر ويوسف يحل الاتنين اللي بعده لان النتيجة سهلة اتفضل احنا قاعد نحل بالطريقتين مش هيقول لنا حاجة اه لو عايز تضيف تلاتة وتطرح تلاتة تمام انا حلل بالتفصيل اوه بس اللي بينفع بالنتيجة بل بحلولك بالنتيجة اللي مينفعش بالنتيجة لازم نحل بالتفصيل لا 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 فيش الكلام ده هو لو ما كانش عايز كده ما كانش اقل النتيجة هو مديني النتيجة في الكتاب اوريه لك دلوقتي حال يلا حامل نهاية ها تقول للصفر واحد زائد اربعة ها اه في مشكلة يا محمد ان هنا في ايه اربعة ها اه لا يا مصدر دي بقى هتحل باللي انت بتقول عليها خدوا بالكوا ها هنا كأنها سين عاد يبقى هنقسم كاف على ايه على مين هين اربعة وينها كام واحد جميل بس الاول نكتب المسألة ايه واحد زائد اربعة ها قس تمانية نقص واحد قس تمانية على ها يلا يا محمد اربعة على واحد برا في القس وفي الاساس وطرح من قس واحد واحد قس سبعة جميل على الال يا جماعة تطلع الناتج باتنين وتلاتين اللي انا خايف منه يا جماعة تنسوا اربعة على واحد دي برا دي اللي انا الامن تمام وهنا لو عايز تعملوها يبقى واحد على ستة يلا يا يوسف كل دي نتيجة يلا يا يوسف نهاية سين تقول للصفر واحد واقس اتنين سين قس خمسة اللي واحد دي قس خمسة على خمسة سين دي النتيجة التالتة اللي انا قلتلك من عندان ليه تقول لي لاني جنب السين هنا عدد وهنا جنب السين عدد خرجوا برا الاول يا يوسف يبقى السالب اتنين على ايه او في يلا القس بقى القس بكام خمسة خمسة في الاساس واحد وطرح من القس واحد اربعة الخمسة تروح مع الخمسة فيتبقى كام يا يوسف طريب اتنين ممتاز رقم تمانين عايزي لغبطني شوي بقول لي انت عايب بتحل صح بصح لا كفاة بقى عايزك تتلغبط ايه يا عم هتلغبطني في ايه قال لك انا هسمي السين ها واسمي الالف سين عادي يعني الهاء دي هي السين هي مكتوبة ها نهاية ها تقول للصف يعني المسألة هتطلع بدلالة سين يا جماعة اللي هي الف سين زي التلاتة ها كل قس خمسة انا بعيدها بس لان ما فيش اي حاجة يفيش اي حاجة هنعملها يعني يلا الاول المعامل هنا تلاتة وهنا كم يا يوسف واحد يبقى تلاتة على واحد فيه القس فيه القس خمسة فيه الاساس اللي هو مين سين يا جماعة سين هنا مكان الف سين هنا مكان الف وهنا خمسة ناقس واحد تطلع يبقى ثلاثة في خمسة في خمستاشر سين قس اربعة ايه دي هتطلع بدلالة سين اه هو عايزة بدلالة سي اهي يلا يا شزاء رقم تسعة عايز اسألك سؤالي يا شزاء قبل ما تحل ليه دي بنستخدم لها النتيجة ما نحلش ليه بالتفصيل زي المسألة انت حلتها معايا قبل كده شزاء تمام يا مصر ليه يا شزاء سكرا بقطع بسا عندي فما سمعش لك دول ايه؟ تمام ليه مسائل التلاتة دول والاتنين اللي قابلوهم بنحل بالنتيجة ما بنحلش بالتفصيل علشان ما فيش جامعة ولا طرح في التحت فممكن نعمل بالنتيجة عادة الله يكريمك ممتازة يلا اللي جنب الهاء هنا سلب اتنين واللي جنب الهاء هنا واحد وخمسين الاول بس نكتب المسألة ونشوفها مكتوبة جاهزة صار انا ما خلتكيش تحلي بس قلت على ما بعيد لك الدرس تمام يا سراء؟ تمام يا مصر ليه مش مش كابحة لو فاهمة ممكن عايزك تحلي تحل بس لو حسنتها تطلق بطي بلاش لحد مشروح الدرس هو من اهم الدروس للفيلمان ومن القبرة هيا يلا يا شازا سلب اتنين على سلب اتنين على واق الواحد وخمسين في القس بقى سبعتاشر في الاساس سين ونطرح من القس واحد ستاشر دي يا جماعة تطلع سلب اتنين على تلاتة لان الواحد وخمسين والسبعتاشر اختصروا سين قس الستاشر وهي دي الايجاب ما فيش ملاش تصور سابقا لا هو السين هنا هي الالف هو بدا ليه ما هو هنا حطرت ليسين اجيبها بك الهاء هي مكان السين تمام؟ يعني هو هنا الهاء هي السين بتاع المسائل كلها والسين هي الالف الالف بتاع المسائل اللي هو مفروض يديني مكانه عدد هو الدني مكانه سين يبقى الحل هيطلع بسين فهم قصدي؟ اه طمام نيجي بقى لعائشة عائشة المسائلة دي تيجي نحلها بالنتيجة؟ ينفع؟ لا ممتاز طب رد علي بس ليه ما ينفعش؟ معلش عشان ازود فهم من الكل بطرح جميل عشان تحت سين نقص اتنين عشان تحل بالنتيجة يبقى سين بس او خمسة سين او تلاتة سين عدد مضروف في سين اما جامع او طرح ما ينفعش طب هنعمل هيط ودي سيب اللي فوق دي زي ما هو عدل تحت اشتغلي تحت سيب دي زي ما هيط ومتتعبيش نفسكو بالتنين وتلاتين دلوقتي تعالي هنا سين نقص اتنين انا عايزة اخلاها سين نقص اربع اعملي سين نقص اربع ممتاز اطرح منين اربع اهو واضيفين اربع طب دي بقت زي دي كويس اوي اختصر بس الاول حاضر ادي سين نقص اتنين سين نقص اربع مص خمسة زاقد متشغلوش نفسكو بالتنين وتلاتين وهنا سين ناقصة أربعة وهنا سالب اتنين زائد أربعة بموجة باتنين اعديلي لبقى الحطة اللي بره صدقوني يا جماعة والله العظيم اعديلي بره هتعديلي كل حاجة جوك في الحطة ده اعديلوها يا جماعة معلش عائشة ثواني اهو اقديلوا الحطة ده والله كل حاجة هتتعدل انا عايزة خلاة سين ناقصة أربعة هي الله اس operated بكمعاعش اتنين اتنين ناقص أربعة بسالب اتنين. يبقى هنا لازم يبقى فيه سالب اتنين وهنا سالب اتنين. يا خابة رابية ده جايب للفكرة يا مستر بتاع الدرس اللي فات. لما يكون عدد سالب ونخلي فيه سالب بره ايوة. بس الاول قلتلكوا لما يبقى فيه سالب هنا متبصلوش على الاول. متعمليش متشتغليش عليه من الاول. اهو. اعمليلي كده. سي ناقص اربعة قص خمس. اللي اتنين ثلاثين دي هي اتنين قص ايه عائشة? الخمس. وهنا سي ناقص اربعة زائد اتنين قص واحد ما هو هنا واحد. اه الجهزة. دي النفس دي زي اللي بره. اتنين وهنا اتنين وبره سالب اتنين. اه ده مشكلة العدد السالب بتاع الحصة اللي فات. ايوة. نفس الاسس نفس الاسس في النص موجب. ادي مشكلة ان هنا موجب. لا ده عارفين يا مستر دي من حصة اللي فات دي ما لايش علاقة بتاعة النارة. يلا يا عائشة اقول هتعملها ازاي? هنحل المشكلة دي ازاي? سين ناقص اربعة لكل قص. قص خمسة ماقص سالب اتنين في قص قص كل قص خمسة. ممتازة. وهنا سين ناقص اربعة لكل قص. اه مش عايزة اكتبيه عادي. من بالله عليكم ما تنسوش لما كنا هنا موجب كنا بنحط سالب وسالب. يا مستر انت غيرت المسألة الخمسة فردة حافظة عالسالب. سالب في سالب بموجب. يا ما انا مغيرتش حاك. الواحد فردي حافظة عالسالب. سالب في سالب بموجب. يا ما انا مغيرتش حاك. دي زي دي زي اللي بر. دي زي دي زي اللي بر. نفس الاسس فوق ونفس الاسس تحت. استخدم القانون. يلا يا عائشة. خمسة على? خمسة فيها. خمسة على واحد في سالب اتنين. اصار كله صباح. ويوعو تنسوا الاكواس يا جماعة. يبقى خمسة في ستاشر تطلع الناتج بتمني. مسألة دي.